موسيقى حياكم الله مشاهدين الكرام جديد ما زلنا مستمرين معكم في فقاراتنا الصباحية وتتميز الأزياء الشعبية الإماراتية بخصائص عدة تتضمن طريقة ارتدائها وألوان زخرفتها ونقوشها وكذلك طريقة تفصيلها للرجال والنساء على حد سوى وكما نعلم أن الأزياء الإماراتية ترتبط دائما بطابع الحشمة والتي تميز بها أهالي دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم مشاهدين سنتعرف أكثر على الملابس الشتوية قديما في تراث الإمارات وبهذا الخصوص نرحب بضيفتنا الكريمة نرحب بالوالد موز عبدالله أم عزان متخصصة في التراث أهلا وسهلا صباح الخير مرحبا صباح النور حيات الله اليوم ما شاء الله الثياب موجود نشوفه بشتاء بشتاء وبما أننا الآن موسم شتاء بنتكلم أكيد عن هذه الثياب قديما شو المختلف الثياب الأوليين؟ شو اللي ميزها؟ هي الأول يلبسون الصوف يلبسون حما يلبسون الصوف القطعة يعني القطعة هي صوف يسمونا الأول يلبسون هاي الحريم القطعة الصوف يلبسون المسراج شي اسمحي ما عندنا القطع مسراج اللي هي تيت غليظة مسراج وفيه فرخ اليوخ بعد يسمونا هاي كل من القطع الغليظة وشي يوخ بعد اليوخ بعد يسمونا الريايل مثل البشت يلبسونا يوخ هذا ويلبسونا الكوت ويلبسونا الكوت ويلبسونا الدقلة ويلبسونا هالريايل نعم والحريم تراهن يرفن بعد نعم اختفت هذه اللقمشة أمي؟ نعم نعم اختفت يعني هاي اللقمشة الأولية؟ يعني فهي شي من احينا ليس ما يلبسون احينا وايد يعني مثل قبل يراطفون قبل يراطفون ما كثر البرد يراطفون golden him ح vient نعم يلبسوني تحت الثياب يوم البرد الزيادة يلبسونه وحتى الصغارية يبعد يلبسونهم يلبسونهم الدسمال يلبسونهم الكلوتي هاي كلها من المسميات الأولية والريايل بعد يلبسونهم اللي هي الكورة يلبسون بنتكلم أمي في هاي التفاصيل لكن في البداية نوضح للسادة المشاهدين أكيد فيه فرق ما بين اللبس الصيفي واللبس الشتوي فشو الفرق؟ شو اللي ميز اللبس الصيفي عن اللبس الشتوي؟ يعني شو الفرق مبينهم؟ الشتوي بيكون غليط كله غليط شتألون بعد ما عندهم قبل مثل الحين دفايات مشو قبل له وحلينهم برد وحد على قبل يوم بعد العرش والأخيام وها أكثر بعد البرديهم وهذا كله من الأقطان من الصوف القطع يسمونها صوف لو وليبون من برع والريايل يلبسون اللي هو بعد الأقطان يلبسون يسمونها كورة القطعة كورة هي غليظة هاي يسمونها كنادير الريايل ويلبسون البشت الغليط على الكنادير يلبسون البشت الغليط ويلبسون الصديري بعد هي يرطفون هي رطفون وحلينهم يوم البرد قصة عادي لبس يصلون الفجر ويطلعون رضفوا على أمارهم نعم هنا في أسماء نعم لمسميات لكل لبسه وكل قطعة خلينا نأخذ أول شيء اللبس النسائي النسائي هي الحريم يلبسنا الصوف القطعة اللي هي يسمونها صوف هاي القطعة القطعة يسمونها صوف غليظة تشوية هي هي أحين يسمونها شاء الله هي قطعة هاي صوف غليظة يسوينها كنادير الحريم ويلبسونها ويلبسينها اللقطان يلبسون مثل ما قلت لك مسراج بعد شيء اسمه مسراج القطعة غليظتي يسوينها كنادير بعد مسراج وفي فرخ اليوخ فرخ اليوخ بعد هاي قطعة اعطي غليظة ويسوونها كنادير ويسوونها اللقطان يسوون النيل النيل الغليظة القطعة النيل بعد موجودة هذي يلبسينها الحريم بعد هذي هاي النيل يسمونها بفته هذه نيلاتها إنسانة منصابه المختلف المشيئة تبني الإنرات إلى التلاوت نسرة أيضاً الفيديق ونسأل ط BR-سالة منذ غير الوقاية؟ من غيرها في الاشتاء وثياب الريايل وثياب الريايل يلبسون الكورة والكندورة والدقلة هاي كلها غليظة الدقلة هاي مثل البشت بس يقصير شوي يسمونها دقلة يلبسها الريال من غير البشت البشت الغليظ هذا حقشته يلبسون البشت الغليظ خاصة مثل صلون فجر هاي يبشون هنا ببشوتهم رايل وحاطينها حتى على روسهم متلح فيه متدفرين هاي ويلبسون الدسامي للصوف يلبسون الكنادير الغليظة في عندهم ابو تفاحة وفي عندهم اللي هو الكورة الكورة هاي الغليظة كورة هاي بس غليظة شبشي قايل يلبسونها غليظة وعلينا في السلكندورة ولكن القطعة غليظة هاي القطعة غليظة شوبينا القطعة ويسونا ربيه ويحطوا له هاي الفروخة الصغيرة الأولية بعد ما عندهم فراريخ كبار قبل لا الفراريخ كلها صغار هاي فروخة تملولها هاي الفروخة هاي ما شيء مثلا حين طوال لا لا حين هاي لولا يسونا روحهم الحريم الصغار ويحطونا ويلبسونها الصديري هاي الصديري لولها هذا فوق الكندورة هذا فوق الكندورة يلبسونها غليظة يلبسونها فوق هاي الصديري هذا فوق يمكن ستين أكثر من سنة هذا ما شاء الله هاي شوفي من وراء بعشقالها هاي هاي اللبس الرجالي هاي اللبس الرجالي نعم يلبسون الريايل ومن غير الدسمال من غير الدسمال هاي نعم يلبسون الدسمال ويلبسون عادي غطرة الصيف غير وغطرة الشتغير هاي هاي يلبسون ترى الثياب اللقطان الخفيفة هاي الخفيفة يلبسون الويل والكامري وهذا والبوتفاحة بعد غليظة شوية يلبسونها واللهو الكورة هذا الغليظة يلبسونه يلبسون عقب الصوف بعد يام الصوف وقاموا يلبسونه الثياب الصيفية تنحفظ الفترة الصيف هاي نعم عقب عدم ما يروح اشتعنهم ربعوهن وخلوهن حق السنة الياية هاي الثياب والحين بنتكلم عن ثياب اليهال الصغار اليهال يلبسونه يلبسونه بعد كنادير لغلاط جانا لو لا ترك كنادير يساولهم هذا وعدتش وابوتفاحة ولا شيء يلبسوهم الكنادير هاي ويلبسونهم بعد الدسمال هاي هاي الدسمال لازم يلبس الصغارية عاديهم البرد يلبسونهم على راسهم ويربطونه من جدا ويردون بعد يربطونه من وراء هذا يدفيهم عن البرد الصغارية يقولون عن يدخل الهواء في ذنيه هاي عن يدخل الهواء في ذنيه هاي عادي يكونون كبار شوي يتمشون هاي لبسوهم هاي عادي هاي ألوان البنات ملون حتى الأولاد هاي يكون بس في أبيض وفي بعد ألوان هاي يلبسونه نفس تقريبا تصاميم الشالات حالية هاي 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 مثلا حينها موجود مننا حين يلبسونا بس هذا عادي الأول يلبسونه من الصغارية يلبسونه تشوفين الصغارية يتمشونه مربطين البنات والأولاد يربطونه لهم والصغارية والصغارية واكل رضيع يلبسونه هاي كلوتي 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 يسوي اللي ما الصوف بعد هاي قطعة من الصوف هذي اللي بعد حق المناسبات ولا شي لكن هو يسوي اللي قطعة من الصوف هم ويحطونه على راسه ويربطونه هاده هنه ما زالوا محافظين على هاي نعم حد محافظ إلينا حينه هاي نعم وانا ايود الشي وأحفظه عشان نراوي الناس ونقولهم شي قلبسوا قبل وهاي لبسهم لأولي يلبسونهم ما شاء الله يلبسونهم وكان هو صغير واني بعد يقام طونة راحته بخلقة غليظة هاي يلفونه ويحطونه في المنزم يحطونه في المنزم اللي في الشاطوحة لحفوه بشادر من فوق الشادر يحطون برنوس بعد هاي حتى يدفل ياهل هاي يدفونه بالبرنوس الأولي هذاك هاي الأوليين أول بردم برد وحرم حرم هاي وحرم حرم الحمد لله شوي الحمد لله يعني فيها مكيفات فيها مرتد فيها فيها مكيفات هاي الحمد لله حين في شي ولا قبل وحليلهم يوم الحر حر طرى يطلعون في العرش هاي ويلبسونا الخفيف في العرش يوم في البرد في المخازن صح يا البيوت حتى تختلف تختلف نعم فترة الاشتاء في المخازن في المخازن والصيف يظهرون يطلعون في النخل يقايدون هي ويوم في الشتترة يوم البرد تلحفون بالبعد بالمطرح هاي هاك الحمر تلحفون بالمطرح وبالبرانيس ولبقون الضو هاي ولبقون بعد يحطون الكوار ولبقوا الضو وتدفى المكان يدفى البيت صح اليوم قبل عادة ما يرقدون ويطلعوا برا عنهم الكوار لازم يحطون الكوار يميلس في نص الحجرة واللي حطوا في الليوان وهي يدفيهم بعد صح ماش يدفيات ولا شي عندهم صح الوالدة كنا نتكلم يمكن قبله هو عن اللبس مثل الزليغات يلبسون اللي هو الزربول الزربول هي نعم يلبسون الزربول عن البرد يلبسون الريايل ويلبسون الحريم الزربول يدفيهم بعد من الصوف من الصوف من الصوف الأصلي كلها صوفية كلها صوفية نعم يخدمونها ويلبسون الريايل والحريم ويدفيهم ماشي مثل الآن دلاغات بعد يتمهم أشكال وأنوان لا قبل يخدمونه وروحهم يلبسونه من وين يبون الوالدة هاللقمشة وهال الأمور اللي يخيطوا بها الثياب من وين يبونها؟ الشوء من القطع كلها يبونها من برع ما عندنا من الهند من برع من الصين منها من قبل يبونها من برع ما في شيء عندنا نحن هنا صناعة محلية ما شيء اللي يخدمون الحريم يصوف بيديهم الأولي بس والله هاللقطع يبون من برع في خياطات يعني رواحهم نعم خياطات حريم يخيطن كل واحدة مختصة في شيء يخيطن كنادير الريايل أحد يخيط كنادير الحريم يسون الحريم قبل يسونهم المريرة قبل التلي المريرة بس هي من الخياط من الخياط يسون المريرة يسونها على الكندورا ما يكون لون الفضي والذهبي؟ لا 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 خياط خياط عادي سونها يلبسوها قبل هاي كنادير الحريم مانت يسون، شو هي الطياب اللي يسون فيها هذي؟ يسونها اللي القطع نصقوف لا حقشون مناسبة يعني هاي الثياب تنلبس في البيت لا هالي تنلبس عادية قبل وفيه في المناسبات البسيطة ويعقب عادي يوم التلي قاموا يخدمون التلي يسوونه حق المناسبات هي حق المناسبة هي ركبون على الكندورة وراكبون على الثوب يخد من بفاتل وحده يحطونه على الكندورة وعلى الثوب وكان هي البادلة عادي يحطونه لأنواع اللي هو البيت والغولي وسائر رياي والبتول وراسبلو يسمونها يخد من الحرين بعد يذهبونه ويحطونه على الخلق البادل هاي بعد تاخذ لأدي الشهور حق المناسبات عادي التلي ياخذ وقت وايد ياخذ وقت من الحرمة اللي بتخدم عليه هي نعم هي اللي بتخدم التلي ياخذ وقت هاي تخدم التلي وحد يخيط وحد يضرب التلي ما شاء الله هي أعمال موزعة هي موزعة لأن هاي وايد ياخذ التلي ووايد ياخذ وقت كل حرمة تسوي شغلة هي نعم وحده تخدم التلي حد من روح أن يخد من عقب يضربن على الكندورا حد ذا وحده بس تخدم التلي وتبيعه يشترون عنه بالوار هي بالوار يأخذون عنه وتركب وحده ثاني مختصة في الثياب وعاد التلي بعد أشكال وأنواع يوم يسولون على الكندورا أول لا شوفي أول ما في غير أربعة أنواع في الأبيض والأحمر والأسود والخضر هاي ثلاث ألوان الكنادير بس هو الأبيض هي الأبيض والكندورا يحطولها ما يحطولها ألوان لا حتى لين أحين الكندورا بس أحين قاموا يخلطون وللول بس الكندورا يحطولها أبيض الفضي هذا هو بس قبلهم لي من الفضة مسوّاك من الفضة نعم من الفضة أحين استوى نايلون هي الأول من الفضة ويحطونها حقهم على الكندير وعلى الثوب هذا بوفاتل وحده يحطونها على الكندور وعلى الثوب عاد غالي قبل ما يعقونة تجدام الكندورا ردون يركبونه ممكن على الكندورا ثاني يحطونها يجلعون من هذا يسمونه بعد ترشيب يجلعونه من هذي وركبوه على كندورة ثانية وكان الثوب بعد الثوب يوم يسوونه ويترهم يركبون عليه وسوونه بدحة اللي يستوي الخوار من فوق الين تحت في مسميات هاي نعم يسمونه بدحة هاي تجلع الحرمة من هاي مرة تقرضع وتركبها على الثوب الثاني لأنه ما يبون يخسرونه التلي غالي وفضة صح الفضة هي أصلي الأولية حينها نالون لكن أول هي حافظون نعم حطوا عليها التلي هو الأبيض اللي ثوب الكندورة والبادل مبلع تيش ألوان الأبيض والحمر والأسود والأخضر بس أربع تلوان ما يخلطون فيها إذا خلطوه يعرفوه قالوا هاي مبذل نائلة كنية النمبر حتى لين حين نحن نميز مميز الأصلية من التقليد فيه تقليد راحينه فضايات هالألوان كله هي تعرفينها هي الأصلية وخدمتها لبلاد ولمه هذي التقليد اللي حين قاموا يشكلون وهي يحطون فيها بنسبة للكنادير كنادير الريايل بعد يشتغلون عليها الحريم هي نعم يخذون الحريم يسولهم بعد تأشوي بالمحد بالذهبي يسولهم عليه تطريق بسيط بالخيط الذهبي بسيط الفاتح يسولون حق الريايل حق المناسبات حق المناسبات نعم يسولهم الكنادير يسولون حق الأولاد وكان با يصبغونها بعد الكندورة يصبغون قبل هي بعد يصبغون هي ألوان كذا اللون هي تاني هي القطعة بيضة حتى الحريم بعد قبل ما يحب نيل بسن الأبيض وهذا بيصبغوا يصبغون بالنيل بالورس بورق اللوز هاكل اللي يصبغون بها وكل مادة تعطي لون وكل مادة تعطي لون إذا تبعونه شوي غامج الزايدين عليه الصبغ إذا تبعون بتخلطين بعد مثلاً ورق اللوز وتحطينه إياه شي بعد حتى الحطب ماله للسدر بعد هذا بعد يفورونه إذا بغوا وخلطوا إياه ورق اللوز يعاطيهم اللون بالنيل غامج حد بعد بالكركم اللون الأصفر بعد عايبوا هو اللون الأصفر بالكركم بالنيل يفورون بعد يصبغبها يعاطيهم تشويتي مثل حين التشويتي هاي مصبو يصوبة يابر رياي التشويتي يعاطيهم اللون التشويتي لأول إلا بالنيل والورس هذا كله حتى كندوط الريال قبل المعرس يحطونا في الورس ويحطونا في طبقة تصغيل ويحطونا عليها الورس ويحطونا عليها دهن الورد يودنونا يودنونا ويخلونا هاي حق المعرس هاي قبل عادي لين التم لفترة قبل العرس يطالعونا التم عادة الريحة ثابتة فيها هي من دهن الورد والورس ويخلونا على والفروخة والفروخة يشتغلون عليها بعض هاي شاء هاي روحهم يسويناها روحنا نحن يسوينا هاي الفروخة يسوينا الصغيرة الأول بس الحر ما روحها يرس ويسويها الفروخة صغيرونا أحين ما شاء الله سوها أشكال وطولوهم والأولي الأصلية هذه يلبس الريال وعد ما شاء الله من القطع بعد الصوف شوفي هاي القطع كلها الأولية راوي النمي شو موجود هاي القطع الصوف بعدها الأولي هاي يسوينا الحريم الكنادير بعد يلبس لنا حق الاشتاء وكانا هي ترها خفيفة يلبسوها حق القيض لحين هاكل كطاع الاشتاء الأولية يوم يلبسونا عاد الحريم يوم البرد يلبسن أثيابهم قبل يحطونا مثل في مثلها الصناديق بس على أكبر شوية لأول يحطونا في التنكة هاي حين ترى التنكة غير والصندوق غير كل شيء لمسمى صح الصندوق اللي هو سرتي والمندوس والمندوس هذاك الصندوق اللي هو الخشب أما هاي تنكة هاي اسمه تنكة هي اللي هي مصنوعة من المعدن من الحد من المعدن هاي هاك خشبي هي هذاك خشبي هاي يصنعونا ويحطونا الحريم الأول فيه مثيابهم وحد عندها وحد ما عنده حد يحطها في مرحلة شو هي المرحلة يسوونا من الخزف من يريد النخل قبل بعد يبونوا من برة. هي. يبونوا من البصرة يبونوا كبار كذا مدورات. هي. وحطوهم فيهن الثياب هاي المرحلة. قبل حرمة ما تغسل الثيابة وتدخننها. يابتن وحطتن في المرحلة. سكرت عليهم. مصنوع من. شوفت الجفير يعني مثل مثل جفير عودة كذا. هي. ولا غطاه. هي. هاي الأصليات عاد قبل يبونوا من برة. مثل مثل يريد ما النخل بس يبونوا من برة. هي. هذي لا يحطون فيهن. يحطونهم على الصرير. يحطونهم على المندوس. هي. ربعوا الثياب يحطهم. حد يحطهم في قفة. حد يحطهم في هاي التنكة. ألا. الحليلهم عليه مقدورهم. اللي عنده ثرى يروم يروم ليه ما عنده بعد ما عنده مندوس. يحطها في التنكة. عاد ما عندهم وايد قبل رفاقية الثياب نفس الحين. لا 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 لا. ما عندهم لا. ما عندهم مثل الحين يكودون هاك الثياب. لا وليه. لا. ما عندهم. وهذا. وهذا اليوخ. هذا اليوخ هذا غليظ غليظها حق البرد يلبسون الريايل هذا اليوخ هو نفس البشت؟ نفس البشت هي سموني يوخة يلبسونه غليظ ومطرز بعد نعم هي مطرزة يلبسونه بعد الريايل أن البرد يلبسونه ويلبسونه الكوت بعد طبعاً نحن محافظين على هذا نعم لازم نحنفظ على تراثنا وننطلها إن شاء الله هذا الكوت بعدها هذا الكوت يلبسونه بعد يمنه بني يمنه أسفل نعم ألوان وشكا يمنه يلبسونه بعدها هذا الريايل يلبسونه في اشتاء البرد يعطيك العافية الوالدة على هذه المعلومات أكيد استفدنا واستفاده والمشاهدين وإن شاء الله نحنفظ على مثل هذه القيم تراثية ننقلها إن شاء الله للأجيال القادمة كل شكر والتقدير للوالد موز عبدالله أم عزان متخصص صفير يا الله حبابة وسهل حياة ترجمة نانسي قنقر